عقد عضو مجلس الشيوخ عن تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين محمود القط جلسة نقاشية مع عدد من قيادات اتحاد المستثمرين العرب ورؤساء الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال وذلك في إطار اللقاءات التنصقية الخاصة بالحوار الوطني تناولت الورشة عرض أهم ما تم من خطوات في الحوار الوطني منذ أن أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي واستعرض الحضور بعض المقترحات الخاصة بقانون رفيق المسن والمجلس الأعلى للتصدير